بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم مشاهدي الأكارم في برنامجكم في ظلال آية بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن من رحمة الله تبارك وتعالى في خلقه أنه لم يدعهم في هذه الحياة يتخبطون في ظلمات الأفكار والمناهج بل أنزل عليهم كتابا هاديا ومنيرا وأرسل إليهم رسلا يبصرونهم معالم الطريق ويأخذون بأيديهم إلى الأمان والنجاة في هذه الحياة ولذلك قال ربنا عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لا يهدي القرآن والهداية أجمع وأجمل وصف وصف الله به كتابة لا يهدي للقيم من المناهج فحسب وإنما يهدي للتي هي أقوم للتي هي أفضل قد توجد بعض المناهج في الاقتصاد أو في السياسة أو في عالم الاجتماع تهدي لطريق قيم ولكن الطريق الأقوم هو ما نجده في منهل ومنهج القرآن الكريم وهو صورة من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما أراد المشركون منه الآيات وقالوا لو لأنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ففي هذا القرآن رحمة الله عز وجل لخلقه ولعباده والسعيد والتقي النقي من عاش مع القرآن الكريم في حياته تلاوة وتدبرا وعملا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان سلف الأمة وكما مدح الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه مدحهم يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور وهم لا يقرؤون حروفا فحسب بل يتدبرون ويعقلون آياته أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب ولا يتدبرون فحسب بل يتبعون الحسن والفضيل فيه كما قال عز وجل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ومدح المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن اتبع هداه سعد وعاش في حياته آمنا مطمئنا فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى وإذا كانت حياة المؤمن مليئة بالقرآن الكريم وعامرة بذكره تلاوة وتدبرا وعمل فما أجملها أن تكون في شهر القرآن في شهر رمضان المبارك الذي نعيش أيامه وأسأل الله عز وجل أن يجعلوا شهر خير وبركة ونصر لنا وللمسلمين أجمعين فشهر القرآن شهر رمضان شهر نزل فيه القرآن شهر عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن كما يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيح من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقى في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن الكريم فتدارس القرآن في ليالي رمضان سنة نبوية تعالوا لنعيشها في مساجدنا في أسرنا في ليالينا ولينا ولنعيشها معا معكم عبر الأثير نتدارس في كل يوم آية من كتاب الله عز وجل نعيش في ظلالها نلهل منها نورا وهداية لنا في طريقنا فرمضان موسم القرآن وموسم الصالحين ورمضان معشر الأحبة هو شهر الجهاد في سبيل الله عز وجل ففي رمضان نتذكر الملاحم الكبار التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي فتح مكة والملاحم التي خاضتها الأمة نتذكر حطين نتذكر عين جالوت نتذكر قتال المسلمين وفتوحات في شهر رمضان فرمضان شهر الجهاد وشهر السيف وشهر الفتوحات فما أجمله أن نعيش مع القرآن الكريم ونحن أهل الشام نعيش الجهاد في بلادنا ضد أعتى طغاة العصر قاطبة لكي ننتزع منه الحرية والأمن والأمان التي حرمنا بها فنعيش في ظلال آية مع القرآن الكريم نستنير منه ما يجعل جهادنا على بصيرة وعلى هداية ودراية ليكون جهادنا طيبا ونقيا وكما قال عز وجل وكفى بربك هاديا ونصيرا قرن الله تعالى الهداية مع النصر وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مستلهما من هذه الآية أن السيف لا بد له من كتاب فبكتاب يهدي وبسيف ينصر يسير المجاهدون إلى النصر بإذن الله عز وجل وإذا افترق الكتاب عن السيف فإذا عاش الكتاب بلا سيف سيعيش ضعيفا وسيعيش في عزلة قد يكون لقمة سائغة للمناهج الأخرى لتلتقيمه وإذا عاش السيف بلا كتاب فسيتحول السيف إلى مجرم يسفك الدماء ويقطع الطريق ولن يكون ثارقا كبيرا بينه وبين سيف الطغاة فبالهداية في القرآن الكريم وبالسيف نعيش مع النصر وكفى بربك هاديا ونصيرا معشر الأحبة في ظلال آية هذه التي نلتقي فيها معكم نأخذ منها كتابا نأخذ منها آية نأتي إلى روض القرآن الكريم وما أجمل رياض القرآن نتفيأ ظلال آية منها نستلهم منها عبق الهدى ونستخرج منها رحيق الهداية والنور لنجسوغ منه عسلا طيبا تتذوقه الأبدان فتتعافى من أمراضها وتتذوقه الأرواح والعقول فتسير في هداية إلى طريقها في ظلال القرآن نجد الهداية والأمان بإذن الله تبارك وتعالى أسعد بصحبتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة